ده في برنامج موجود في الخليج ما بيتكلمش ايه على الدور الخليجي بتكلم عن نادي الاهلي والإساءة ليه وكل الاصطدافات اللي بيعملها ازاي يسيقل النادي الاهلي ويجيب ناس تهاجم النادي الاهلي حتى كان بيجيب واحد يدفع عن نادي الاهلي بطل يجيبه لما لقنا عنده قوة الحجة لا هو مش عايز كده واحنا عارفين مين اللي بيغزي هذا الكلام يعني هو انت الأستاذ يعقوب السعدي مش بيتغزل في النادي الاهلي هل بيجيب سيرة زمالك بيجيب سيرة بيرامد بيجيب سيرة اي حاجة سلبية في اي حاجة لا هو يتغزل في الاهلي الاستاذ الذي قال علنا انا زمالكاوي وازاي بيحصل ما تتغزل في النادي الزمالك وما لكش دعو بالاهلي هو انت فاهم ان انت الكلام اللي بتقوله ده حيعلم عند حد هنا يا عم انت نقطة ببحر انت مدل نفسك حجمي مش موجود انت غير صاحب تأثير يعني اذا كنت فاكر انك صاحب تأثير والضيوف المجروحين اللي بتجيبهم عشان خائمة المجروحين ضحايا تفوق الاهلي اللي بتجيبهم يفشوا غضبهم في دعواك الغير امينة لا دلوقتي احنا بنتكلم كده وبعد كده حنتكلم ونحط النقط على الحروف فخلينا كل واحد ينشغل بالدوري بتاعه بينا دي اللي بيحبه يعني انت الدور ما يمثلك ايه عندك ولا حاجة بتدور على مشاهدة فين إيه اللي اذا كنت معترف بقى النادي الآلي ده اللي يمدحه او يشتمه بيوصل ان يعمل بومنج ويبقى نجم فهذا اعترف منك بشعبية الآلي اللي عملت تشكك فيها